ويجمع الخبراء ويتفق معهم المواطنون على أن هذا الطريق سيقلل كثير من الكثافات على الطريق الدائري القديم مع تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل عليه من السادسة صباحا حتى منتصف الليل من الخامس عشر من الشهر الجاري لتسلك الدائر الإقليمي لذلك تزامنا مع تطبيق القرار تكثف وزارة الداخلية من انتشارها عليها لتطبيق القرار بحسم ورضع كل من يخالفه وفقا للقانون مع تحويل هذه السيارات إلى الطريق الدائري الإقليمي والذي بدأ السائقون بالفعل في استخدامه لأنه يقلل من الوقت وما يتمتع به من انسيابية صدر قرار السيد رئيس الوزراء بمنع سير السيارات التي تزيد حمولتها عن أربعة طن بالطريق الدائري ومن يخالف ذلك سيواجه بعقوبة الغرامة من ألف جنيه لتلات تلاف جنيه جو من الأمان توفره الأجهزة الأمنية لمستخدم الدائري الإقليمي والذي يعد نقلة حضارية تسهم في زيادة عجلة التنمية بعد أن اختصر المسافات وقلل الزمن وسحب كثافات مرورية كان إقليم القاهرة الكبرى يعاني منها ترجمة نانسي قنقر